لا أنا عايزة بتجي من الأول أنت دخلت كلية الطب وبقيت اتخصصت جرح التجميل يعني فيه لمسة جمالية حلو جميل إنما إيه الرسم ده جالت منين إيه الحكاية لا أنا موهوبة من سوري حتى والدي اللي هو دكتور كان عاوزني أطلع فنانة مش جرح مش طب يو أنا اللي صممت أخش كلية الطب بس جزء من شغل حضرتك الأساسي كجرح التجميل هو فن يعني ما دخلت طب ما كنتش بفكر في جرح التجميل أنا دخلت طب لأن كان نفسي أعمل حاجة خدمة إنسانية للناس بحب يعني أداوي ناس بحب أي حد تعبان أي حاجة أحب أساعده فدخلت وشفت بابايا وشغله وعليتنا فيها دكتورة كتير فبحب أوي إن أنا أتعامل مع الإنسان طيب يعني عايزة أنا أشوف لوحة الأول ولا أتكلم معاك الأول أنا مش عارفة اللي يرياحك خالص أنا عايزة أحد يقولي من المخرج يقولي إيه اللي عشان الناس بس تبقى فاهمة تفتكرش إن إحنا بنبالغ فيه صورة للوحة من لوحتها واحدة بس نشوفها مفيش شكل وهو المتأخرين طب فين إن معانا يبقى فين بوسي إحنا أقولك حاجة تعلمتي الرسم ده أنت كأنك خرجت فنون جميلة من باريس أنا أتعلمت من أيام المدرسة وأنا برسم لوحتي كان دايماً بابايا جيبلي الألوان وبعد أرسم من الحاجات وتفرج وعندي شغف فظيع بالإراية والرسم وبعدين كان حظي حلو قوي الغيار لجزء كبير من حياتي عمل تغير جامد أستاذي وحبيبي حسن سليمان ياه ما هو ده كومن فريند ما بيننا لو تفتكر في معارض يعني إنت حسن سليمان على فكرة قولي لنا يعني عايزة أقول إيه إنت تعرفي حسن سليمان لا فيه ناس دك يعني رسمين أقل موهبة منه بعشرات الأميال والسنين حسن سليمان من أعظم الفنانين التشكيلين المصريين ورغم كده هو عامل زيك مع عمره يعني لا مالوش باب مالوش آه فهو يما قابلته في معارضه قلت له أنا برسم قال لي لو أنت موهوبة هعلمك لأن أنا ما باخدش فلوس لو أنت مش موهوبة مش هعلمك ولا ما تجليش فوريت رسوماتي وابتدى يعلمني وقال لي أنت عندك موهبة فزة وانت عمي ما شفت حد بالسرعة دي بس هو مش بس علمني التكنيك بتاع الفن والأساسيات الفن علمني إزاي أعيش بطريقة مختلفة علمني أن أنا أقرأ وثقف نفسي لأن أقل لي أي واحد ممكن يتعلم الرسم كويس جداً هيبقى صنايعي هيبقى صنايعي بس الماسترز والفنانين بيفرق ما بينهم ما بين الصنايعي الثقافة الثقافة أهم حاجة في الدنيا الثقافة بترتب الأمور مع البني آدم الثقافة بتمنع التطرف بتمنع كل حاجة بتخلي العين حياتك نفسها بتختلف بتحسي أنك لازم تعيش في جمال وفي تنصيق في حياتك في كل حاجة في أقل حاجة حتى وإنت بتقفي بتشطبي المواعين يبقى كله لازم يبقى بمزاج عالي والزوء عالي في البيت في اللبس في الكلام في طريقة التصرفات فهو ده إداني كتب وسمعني موسيقى ومن ساعتها هو فأنا بعتبره أبوكي الروحي أبوكي الروحي بابايا كان بيحبه قوي برضو والدي كان بيحبه قوي ومشاني على الطريق الصح كان حظي حلم كان حظي حلم تتلمزي على إيد حسن النهاردة اللي عنده روحي أنه أتعلم الأساسيات أنه أتعلم الأساسيات لأن دلوقتي أي واحد بيمسك فرشا سمي نفسه فنان الفن أوكي فيه حرية وفيه كل حاجة بس الأساس لازم يبقى الواحد متقن الأساس وفاهم هو بيعمل إيه